تحية من جديد ومرة أخرى شكرا على كل الملاحظات إدارة الأزمات موضوع مهم عندما نصل إلى حد الخلاف وهذا أمر طبيعي يعني مجتمع مليء بالحياة مليء بالتجاذبات يمر في حالة من الأزمات والأزمات ليست فقط أزمات مجتمعية أزمات دبلوماسية أزمات سياسية أزمات اقتصادية أزمات اجتماعية خارجية لها انعكاسات مختلفة هناك حلول متاحة على الشبكة العنكبوتية والأهم بأن هناك قصص نجاح قدمت في مجتمعات مختلفة من خلال مؤسسات من خلال أفراد لا بأس أن نطلع عليها وفي عالم المال والأعمال يمر مدراء الشركات بأزمات مختلفة وحتى أغلب المناهج باتت تدرس موضوع إدارة الأزمات والتعامل مع الصعوبات وتقليل المخاطر وأيضا المتابعة الحثيثة للعمل كلها باتت اليوم نزيلة كل المناهج التي نراها لذلك لا بأس ببعض القراءة في سبل التعامل مع الأزمات وعدم ترك الموضوع إلى حين الوصول إلى الأزمة والاطلاع عبر الشبكة العنكبوتية على تجارب الكثيرين حتى نعرف سبل التعامل مع الأزمات وهناك كثير من الأمثلة أمثلة تنطبق على أزمات ما بين دول أمثلة تنطبق على أزمات مجتمعية ضمن دوائر محددة وأمثلة أيضا تنطبق على مشاكل اقتصادية أزمات ما بين شركات ما بين أفراد مرتبطين بالشركات ما بين مؤسسات أكاديمية وخلافه مهم أن نطلع عليها لأنه في هذا الاطلاع إثراء لتجربتنا وخبرتنا قد لا يأتي يوم نمر فيه بأزمة إن شاء الله ولكن الإنسان لا بد أن يأتي على أزمة من نوع ما أزمة اجتماعية داخل بيته أزمة اجتماعية مع المجتمع أزمة اقتصادية نتيجة وضع ما أزمة سياسية ما بين الدول كل هذه القضايا نراها كل يوم وحتى لو استمعنا للنشرات الأخبار سنرى بأنه موضوع الأزمة بغض النظر عن عنوانها عن تاريخها عن جغرافيتها عن الأشخاص اللاعبين في هذه الأزمة هناك أزمات ونشرات الأخبار تقريبا سبعين بالمئة لثمانين بالمئة إن لم يكن أكثر في العالم العربي تركز على الأزمات لذلك أن نسمع عن المصائب يعني شر لابد منه ولكن أن نسمع عن الحلول أيضا موضوع مهم وإن لم يكن متاحا من خلال وسائل الإعلام التقليدية فهو متاح على الشبكة العنكبوتية ولا بأس أن نطلع عليه ونصيحة للمدرسين في كل المساقات في كل الموضوعات موضوع إدارة الأزمات عندما تأتي إليه استخدم ما هو متاح عبر الشبكة العنكبوتية من أفلام تدلل على تجارب مختلفة ومن وسائل وسبل وتكتيكات وأنباط لحل الخلافات بحيث يستفيد الطالب وتستفيد أنت وتكسب خبرات إضافية من خلال ما هو متاح مرة أخرى على الشبكة العنكبوتية لا أريد عالم مليء بالأزمات ولكن الدنيا مليئة بالمغامرات مليئة بالتطورات مليئة بكثير من الأمور ومنها مع الأسف الأزمات دمتم بألف خير بعالم بدون أزمات ترجمة نانسي قنقر